موسيقى مرحبا بعشاق الموضة وأخبارها هذا الأسبوع عندنا جولة عربية وعالمية نهرف من خلالها إش الجديد اللي قدم المصممين هذا طبعا بالإضافة إلى تغطيتنا الأهم الفعاليات اللي كانت في الفترة الأخيرة لكن البداية كالعادة مع عناوين الفقرات الليلة في فاشن يو السوداء إرابيا سمر نصر الدين مصممة سعودية بطموحات عالمية ولدتي فنانة تشكيلية فأنا كبرته أنا أحب الأرت والفن وعندي اهتمام بهذا المجال المصممة المصرية سارة أنسي تطلق تشكيلة مميزة بحضور العديد من النجوم بحضر لأوت كوتير كوليكشن إن شاء الله هيتعرض برضو في أزواء من أسبوع الموضة نتعرف على تفاصيل تشكيل الدار جي دابليو أندرسن للألبسة الجاهزة أمينة خليل وشغف جديد بعالم الموضة في دينا المستخدمية جو معنا الليلة لقاء خاص وحصري مع المصمم العالمي إيدي صعب ورح ندخل من خلاله في تفاصيل التشكيل الأخيرة أنا بحب الجو الأمريكاني بحب طريقة اللبس على الأمريكاني درايز فان نوتن يترك منصبك كمدير بداعي للدار سمر نصر الدين مصممة أزياء سعودية نشأت في بيت محب للفن فوالدتها فنانة تشكيلية وحبت سمر عالم التصميم وسافرت إلى باريس لدراسة الفاشن ديزاين خلونا في التقرير التالي نتعرف عليها وعلى عالمها الخاص في تصميم الأزياء هلو فاشن نيوز ساودي آرابيا أنا سمر نصر الدين نركز على القصات والقماش أكتر شيء نحب نكون ثمنان مئة براند سعودي في رحلة حول العالم وهالمرة بالعاصمة الفرنسية باريس حيث شهد أسبوع الموضة مشاركة 16 علامة أزياء سعودية تملكها أو تديرها بالكامل سيدات يمثلنا نخبة من المواهب السعودية الناشئة من بينهم مصممة الأزياء السعودية سمر نصر الدين أنا سمر نصر الدين ولدتي فنانة تشكيلية فأنا كبرت وأنا أحب الأرت والفن وعندي أهتمام بهذا المجال كنت أحب أرسمن وأنا صغيرة وبعدين أتعلمت كيف الكونستركشن حق الملابس بعدين الحمد لله أنه أنا كان عندي الفرصة أنه أنا أجي هنا باريس وأدرس فاشن ديزاين وأتعلم الحرفة على وصولها من أيادي أهم الكوتورييرز في العالم وأخذت هذه الكرافت والحرفة ورجعتها السعودية وحاولت أنه أنا أطور هوية جديدة تهجمع بين العالمين البراند حقنا كونتمبراريومنزوير بدأنا البراند في 2015 نحن نركز على القصات والأقمشة في الدزاين حقتنا ونهتم أنه نحن نوصل صورة حلوة للمرأة العربية السعودية تحديداً أنها تقدر تعبر عن نفسها وعنها وعنها في طريقة شخصة مختلفة الجراءة في التصاميم مندمجة مع أصالة التراث هيك بنقدر نوصف تصاميم سمر يلي بتجمع ما بين الكلاسيكية والعصرية لتناسب المرأة السعودية والعربية كجيلي وجيل اللي أصغر مني نحن نحب أن نحن نعبر عن نفسنا بطريقة مودرن أكتر أكتر إنترناشنال غير أنه نحن صح نحب الكتور بس كمان نحب الأشياء البسيطة أكتر أو مودرن أو فيمنن أكتر بنفس الحجم المرأة السعودية اليوم تختلف عن كيف كانت زمان قبل 20 سنة أكيد فالمرأة الجديدة السعودية المعاصرة تحب أنه هي تتعبر عن نفسها تجرب لتسي أكتر أكتر في ملابسها تتبع الموضة الإنترناشنال وكمان في نفس الوقت تكون محتشمة ماشية يعني بفكرها المعين في عندنا السلوت كتير يكون مودست بس في نفس الوقت أفرتلس أو فيمنن بحاول أوصل فكرة أنه مو لازمة المبالغة في اللبس وفي التفكير وفي كل شيء عشان المرأة تكون بأحلى صورة لا أحلانا ببساطة تعطي أجمل صورة وأجمل شكل للسيدة مجموعة استثنائية ومميزة من التصاميم قدرت ثمر إنها تقدمها خاصة بعد الانفتاح والتتاور الكبير يلي بتشهد المملكة العربية السعودية لكن أكيد قبلت صعوبات وتحديات كان من الصعوبات اللي واجهتني أني أقدم بخيتة بوغتي في السعودية زي ما حضرتك ذكرت أنه في السعودية أغلب المصممين اللي السعوديين يركزوا على الكوتور وعلى لبس السهرة فإنه أنا أقدم شيء أكتر بخيتة بوغتي وملابس جاهزة وهذا الفكر الشوية فرنسي اللي أخدتوين تعليمي أني أقدم هذا الفكر ويدي الصورة في السعودية كان شوية الناس ما تعرف يعني فعشان كده أخذ وقت عشان نلاقي الكومن جراوند بيننا وبين يعني في السعودية وبين الانترناشنال ماركت وبيعتبر برنامج مئة براند سعودي مبادرة رائدة أطلقتها هيئة الأزياء في المملكة العربية السعودية بهدف ترسيخ مكانة مصممي الأزياء والعلامات التجارية السعودية في مشهد الأزياء العالم الفاشن كوميشن هو كان فرصة كبيرة لنا أنه نحن نكون في برنامج زي مئة براند سعودي ونجي هنا ككولكتف كدزاينرز عرب سعوديين سيدات نعبر عن أنفسنا ونعبر عن ثقافتنا وفكرنا في التصميم والإبداع في مكان انترناشنال زي باريس فاشن ويك فهذه أحلى فرصة ممكن تكون لأي دزاينر من خلال الرسالة عبر صفحتها عن انستجرام أسدل المصمم البلجيك المميز برايز فان نوتن الستار على مشواره كمدير إبداع العلامته وقرر التفرغ لحياة الخاصة ومتابعة عالم التصميم من بعيد في التقرير التالي خلونا نتعرف أكثر على هذا المصمم الذي يوضع بصمة خاصة ومميزة في عالم تصميم الأزياء من خلال انستجرام بوست بدأ بـ في وجه عالم الموضة بإعلان المصمم البلجيكي برايز فان نوتن انه رح يتخلى عن منصبه كمدير إبداعي لعالمته التجارية يلي بتحمل نفس الاسم هالصيب بعد 38 years of magic the master is stepping out of his dream وبالستيتمنت قال انه رح ياخد هالخطوة ليتفرغ للإشياء يلي لم يهتم بها خلال سعيه لتحقيق حلمه وترك بصمته بعالم الموضة وانه آخر مجموعاته رح تكون للمانزوير سامر سبينج 25 كولاكشن المصمم البالغ من العمر 65 عام والجدير بكونه من الجيل الثالث العائلة من الخياطين بدأ مسيرته المهنية في عام 1986 بعد تخرجه من أكاديمية أنتروب واندموم لمجموعة أنتروب 6 بإطلاق أول مجموعة له وسرعان ملفت انتباه عالم الأزياء من خلال تصاميمه المميزة يلي تميزت بألوان الغنية وبأقمشة الفاخرة ليبدأ من بعدها التوسع والنجاح خطوة طر والأخرى إلى أن حقق مكانة خاصة له بين المصممين العالميين كما أن أسلوب نوتن في التعامل مع الأقمشة هو ما عززه باعتبار أسطورة حقيقية فيعرف دريد فان نوتن بدمج الفريد للكلاسيكية مع الموديرنيتي وأحياناً الأفونغارد للأزياء كما يعتبر اسمه مرادف مباشر للتصاميم الجريئة الغنية بالتفاصيل والإنرويدرد جورمتز لهيك شهدت مسيرته العديد من الإنجازات والبرود مومنتز يلي بلشت من يونيو 2008 بتكريمه بجائزة المصمم العالمي للعام من سي اف دي اي وبدأ عام 2014 بالافتتاح الكبير لمعرض انسپيريشنز وهو أول معرض على الإطلاق يعرض تصاميمه والتأثيره على عالم المودة في مضحف الفرون الزغرافية في باريس ثم تم نقل نسخة أخرى من المعرض إلى أنتورك في عام 2015 وفي يوليو قامت فرنسا بتكريم دريس من نوتن بوسام ضابط الفرون والأداب وفي أكتوبر 2017 نيل لقب بارون بقرار ملكي من الملك البلجيكي فيري وبذات العام احتفل بعض الأزياء رقم مئة له في مسيرته وبعام 2019 تعاون فان نوتن مع مصمم الأزاء العالمي كريستيان لكروة في مجموعة المومنزوير وفي سبتمبر 2021 أررت إدارة CMDA ترشيح دريس من نوتن مرة أخرى لجائزة من مصمم الدولي للعام على مرة السنين كانت ملابس هولوود بالتأكيد أكثر حيوية بفضل تصميمات مميزة وعلى الرغم من أنه علامة التجارية لن تختفي بعد تنحيه إلا أنه رح يكون من الصعب تكرار سحر موتن الدقيق خلال أسبوع القاهرة للتصميم واللي كان من فترة قدمت المصمم المصرية سارة أنسي تشكيلة جديدة أطلقت عليها اسم The Journey and Words وطبعا حضر العرض عدد من النجمات خلونا نتعرف على تشكيلتها وردود الفعل حولها لمع اسم سارة أنسي في عالم تصميم الأزياء والتردد اسمها بين المهرجانات سواء المحلية أو العالمية يلي بنشوف فيها كتير من السليبراتيز بفساتين من توقيعها ويلي أكيد رفقوها في حفل انطلاق الكولاكشن الجديد يلي بيحمل اسم The Journey in Words أنا الكولاكشن دي بقلي كتير بقلي سنتين أقل مستشغلة عليها وإنه لا يتحدث عن التصميمات يلي أكثر علاقة بالسلف أعوارنس فهي إكسبرينس إن أنا جيت خلاص أنا دلوقتي هلونش الكولاكشن كانت بنسبيلي حاجة مهمة أوي إنه الإكسبرينس تبقى كاملة الفاساتين is part of the narration إنهنا بنيكي كصة وكل فستين بييكي personal growth concept يترجر الناس إنها تشتغل على نفسها في حاجات بس لما خلاصت الكولاكشن وجيت محتاجة نفذ الكولاكشن أو الإكسبرينس اللي إنتم موجودين فيها النهاردة دي كان بنسبيلي مهمة أوي إنه كل الألمنت تكمل بعضها إن إحنا نحس إن إحنا جوالجورني بجد فأنا مبسوطة أوي نهاردة إن أنا معي عمر وكريم أوك أركي تكتكتس وبرداكشن لاب اللي عملوا لي الإكسبرينس الكاملة اللي إحنا شوفناها النهاردة دي لما صار جات كلمتنا وحكيت لنا على الكونسبت بتاعها كان المهم عندنا إن إحنا نحاول الكونسبت لإكسبرينس أو جورني الناس كلها تعدي بيها فأخذنا المكان بتاعها وعملنا زي ستوري إن الناس كل فستان بيحكي عن قصته استراحة فكرة النريشن دي كانت فكرة برضو يعني لما عدنا مع بعض إنه أنا شرحت لهم إن فيه كونسبت وإنه الفساتين مش فساتين لأ هي بتحكي حاجة فبدأنا نبراينستورم وهما طلعوا فكرة إنه لأ الناس محتاجة تشوف وتقرأ والشخص اللي مش 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 حاسس إنه عاوز يقرأ هو كمان ممكن يسمع قصة الفساتين أنا ما كنتش متخيلان للإفنت هاي بأكده أنا كنت متخيلاني حاجة أتفرج على كولكشن بس لأ هو الموضوع مش كده هو الموضوع كونسبت كبير ودي حاجة أنا مبهورة جدا جدا بيها تجربة كلها مختلفة والنهارده الحاجات الكولكشن فظيع ومختلف بس فأنا مبسوطة إنه عم ويرن صارة أونسي دراس أنا متحمسة قوي النهارده إنه إحنا في يعني هنا في الإفنت ده صارة أونسي بتقدم لنا حاجة خاطرة الصراحة كل فستان أو كل ديزاين تلاقيه في الرحلة اللي إحنا بنشوفها هنا في الأتليا يعني لها فكرة لها حاجة وراها بتوديكي من واحدة إلى التانية وبتدخلك جواه نفسك بدعمها في كل خطوة ممكن إن أنا آف جنبها فيها هي بتعرف تاخد الفن اللي هي رسمية على الورق وتخلينه هو يبقى حقيقي بطريقة أجمل دايما وأنا لابسة فستان من فستانها حاسة أن أنا فخورة قوي بلبسي وفخورة قوي بصحبتسي ما كان فينا نفوت لقائنا بسايرة بدون ما نعرف مين أبرز الفنانين يلي كانت سعيدة بالتعاون معهم وشو هي تحضيراتها للفترة القادمة والله كلهم قريبين لقلبي لأن كل فستان عملتوا السلابريتي ليه كصة أو أخدنا مع بعض في جيرني لغاية ما نطلع بالديزاين اللي إحنا عوزين نعمله لا يعني مبسطة قوي أكيد إن أنا اشتغلت مع حبيبة قلبي يسره كل الناس كل الناس اللي اشتغلت معيها بجد الشغل كان طالع بجد شؤنيني كريم بس أمينة طبعا من أول الناس اللي اشتغلت معي هو أكتر الناس اللي اشتغلت معي غير نهاية صحبتي قوي بس إحنا بننبسط قوي الشغل مع بعض لأنه خلاص إحنا حافظين بعض أحضر لكوليكشن رادي توار حصل لها لونش النهاردة السلابريتي سكانوا لابسينها كوليكشن معمولة بقى فور ميدل إيست يعني مصر هتتبيع كمان بره بحضر لأوت كوتور كوليكشن إن شاء الله هيتغيرت برضو في أسبوع من أسابيع الموضة فاري سون وبحضر بقى فتتاح المكان بتاعي جديد نواصل اكتشافنا لجديد دور الأزياء وهذه المرة مع دار جي دابليو أندرسن حيث قدم مؤسسها ومديرها الإبداعي جوناثن أندرسن تشكيلة مميزة استطاعنا اكتشافها عن قرب في الشو روم واللي كان طبعاً في باريس وكل التفاصيل رح تتابعوها في التقرير التالي يواصل المصمم جوناثن أندرسن في إبداعاته وقدرته على تحويل الأفكار الغير تقليدية إلى أزياء ينبهر بها الجميع واليوم رفقناه في الشو روم لنشوف مجموعته للرادي توال لخريف وشتاء 2024-2025 المسلسل الكوميدي The Last of the Summer شكل مصدر وحي تصاميمه المميزة هيد المرة فاعتمد بشكل أساسي على الملابس الكونفي والجراءة في التصاميم يلي برزت من خلال الأورسايز كوتس لتكون هي الفوكل بوينت يلي بتخطف الأنظار عليها وجمع بين التفاصيل الأنثوية والملامح الزكورية بتصاميم عصرية سهلة الارتداء وكما هو متوقع من جي دابريو أندرسن شفنا تصاميم مبتكرة بعيدة عن الإطلالات الروتينية المعتادة فقدم تشكيلة من الفساتين ذات الحياقة الصوفية وفساتين على شكل الأورغلاس واللايرت سواترز كما سيطر القماش الشفاف على الكولكشن بفساتين جريئة وملفتة وبلمسة فريدة شفنة نانير مختلفة على شكل شرائط ملونة وما فينا ننسى القطع الجلدية والبيزيك ساتس بجانب الوايد لك شورتس أما عن الألوان فاعتمد على العديد من الباترنز الملونة بجانب الألوان المحايدة مثل الأبيض والبني والأزرق ولم تخلوا المجموعة من اللوفر مولز والكوزي بوتز والايكونيك باكز يلي تعودنا عليها من جونيسون أندرسون من النجمات اللي صرنا بنحب إطلالتهم مؤخرا هي أمينة خليل فبعد نجاحها سينمائيا شفناها عضو لجنة تحكيم في مهرجان البحر الأحمر الأخير كاميرا البرنامج رصدتها في باريس خلال أسبوع الماضة في التقرير التالي رح نتعرف على حب أمينة خليل لعالم الماضة وهل هذا الحب قد ينتقل لمشروع جديد فيها أصبحت الفنانة أمينة خليل أيقوني للموضة للكثير من الصبايا يلي بيتبع إطلالاتها جذبة باستمرار خاصة أننا شفناها مؤخرا خطفة الأنظار في باريس فاشن بيك يلي حرصت فيه على حضور عدد كبير من عروض الأزياء من بينهم عارض تاني ورد وجوجح بيئة تجربة كانت تجربة حلوة جدا كان حلم بالنسبة لي أن أنا أروح أسبوع المودة في باريس للأسف يعني ما كنتش بعرف أروح السنين لقبل كده عشان كنت دايما بصور رفضون بس السنين دي الحمد لله عرفت أن أنا أروح طبعا عالم كبير قوي وعالم فخمة قوي وملهم جدا أن الواحد يبقى عنده الفرصة أنه يتفرج على كم الكوليكشنز الجديدة لديزاينرز إحنا كبرنا بنتفرج عليهم في المجلات فده كان حاجة مهمة قوي بالنسبة لي أنا بحب المودة قوي من وأنا صغيرة فحستيت أنه كان فعلا حلم كبير تعمدت أن أنا وأنا هناك أن أنا كنت عايزة يعني أهدي يوم واحد للمودة المصرية وللناس لنفسي أولاً بحب أن أنا مصرية فأحب أن أنا أظهر الدزاينرز المصريين برضو معايا الجاكت اللي أنا كنت لابساها دي براند اسمها كومدو جاخسون الجاكت دي أفيلبل في فيلا بابوشكا ده محل في مصر الشنطة اللي أنا كنت بمسكية كانت أختين عازة فاهمي طبعاً كل الجولوي اللي كنت رابساكين عازة فاهمي الشعر كان الصغير والميك أب كتنوها عايزة تزين أي لمسة في اللوك ده كله كان حد اللو دعوه بمصر فكنت مهتمة جداً بالموضوع ده وحسيت أن الحمد لله ده من أكثر اللوكس اللي عملوا ضجة في الأسبوع ده يعني فحسيت أننا كسبنا يعني مصر موجودة في عالم الموضة والأذياء من أيام الفراعنة أصلاً وهم لبسوهم مبهر وشكلهم مبهر وكده وحتى دلوقت إحنا ماجزين إحنا على الخريطة دي شغف أمينة كبير للفاشن وعلى ما يبدو أنه رح ينتقل لمرحلة جديدة وكمان كشفت الناع عن her favorite fashion designer سارة يعني صادقتي قبل أي حاجة وصديقة غالية قوي قوي عندي وحبيبة قلبي وبحبها جداً على المستوى الشخصي قبل الفن وقبل أي حاجة كنت من أول اللي يلبسوا من تصميمها بدأنا أنا وهي نبني علاقة حلوة قوي في عالم الموضة بحبها جداً بحترم جداً شغلها بدعمها في كل خطوة ممكن أن أنا قاف جنبها فيها ده شيء مهم قوي بالنسبة لي علشان أنا بصدق قوي في شغلها وبحب جداً الناس اللي بتحط مجهود جداً في كل خطوة هي مش بس فكرة إن أنا بصمم على الورق فستان شكله حلو بس فكرة إن هي بتعرف تاخد الفن اللي هي رسميها على الورق وتخلينه هو يبقى حقيقي بطريقة أجمل أصلاً شفت التطور بتاعها في آخر عشر سنين مثلاً فهي بدأت بحاجة ودلوقتي اللي هي وصلت له بأسابيع الموضة اللي هي سفرت علشان تعرض فيها بالكولابريشنز اللي هي بتعملها دايماً وأنا لابسة فستان من فستانها حاسة إن أنا فخورة قوي بلبسي وفخورة قوي بصحبتي دايماً في الفستان اللي بعملها معاها على قد ما بيبقى فيه ثقة طبعاً أكيد مني ليها يعني إن هي أشتر وهي فهمة وده مجالها بس أنا برضو ببقى هي بتحب تسمعني وبتحب تفهم رأيي وتعرف رأيي عن الحاجات وبختار معاها ألوان بحس إنه في الآخر مفيش حد عمره ما هيبقى فاهم نفسه أكتر من نفسه فلازم يبقى أنا كمان ليه إنفوت في أي فستان نحن بنعمله فيه ديزاينر مستخبية قوي بس لسه مش بتطلع دلوقتي لسه عندي حاجة تانية عايزة عملها وختام هامسك رح ناخذكم الآن إلى عالم إلي صعب الساحر الزميل بيلان العربي قابل مؤخراً في باريس وعرف منه تفاصيل آخر تشكيلة الألبسة الجاهزة لخريف واشتاء في الجزء الأول من اللقاء رح نغوص في موضوع التشكيلة اللي أخذنا فيها إلي صعب لعالم الروك اندرول كيف بلش طباحنا اليوم؟ بلش كتير حلو شفناك أهلا وصحباً فيك بعد ما شفنا شو مجموعة إلي صعب للرادي ثوار 2024-2025 كان لازم نقعد معه ونغوص أكتر بالمسمى رايزنج روك اندرول دي تيلز للكولكشن يلي حملت اسم Melodies of Graceland رايحين على أمريكا هالمرة رايحين على كونتيننت كومبليتلي بعيد آخر مرة كنا بشمال أفريقيا هلا رايحين على أمريكا لأنه أنا بحب الزوء الأمريكاني وبحب طريقة اللبس على الأمريكاني شوية فيه جراءة من نوع آخر يعني بتلاقي شها مركبة على بعضها بطريقة مختلفة بحس إنه الزوء الأمريكاني دايماً عنده غير مكاف كاشوال الشيك بس بطريقة هيك مش ايه ما فيها افور يلا الكلكشن لكن رايحين فيها شوية على الستيل الأمريكاني أفور كالإحاق هيك صحيح إنه هو روك كأفون يعني بس تعرف إنه أنا دايماً داول الموضية طرقلة بالكلكشن بطريقة كتير نعمة بطريقة كتير سبتيل يعني بتلاقيها موجودة بتطريز الكتاف بهالكلكشن في البطاط الوسترن بمعنى فامنن هايك تحسوا مخلوط يعني وسترن بس مش بوز رفيع ومش كعب مية يعني بتحس إنه الكود الفيمينيتي بعد موجودة مع إنه روك ان درول لازم تكون شوية أغرب من هيك حلو ما هو شو مكان التيم مجنون أنت بتجيبه لعالم أليسة؟ أنا بتعرف إنه بحب الأشياء نعمة وما تحس إنه هالقد تنزعج حتى شوي تقطع الجديدة الحلوة حتى الدنم شفت كمان معمول بطريقة ديفرنت الفابريك لايت الموتيف أول مرة منحط الدنم على البوديوم القصات كتير حلوين محس أي مرة فيها تبوس هذا المنتلون للجينز لأن أجروا واسعة فيها تبسوا مع كعبة عالية فيها تبسوا مع فلاك الجاكتات طبعون بأنصان موسيقى حتى التطريز شفنا كمان ناعم بالسوط الأفو عائد موسيقى كل التطريز ناعم في شوية ألوان حاولنا إنه نشتغل كتير على التطريز الأجوري يعني المفرغ إنه بتحس إنه عم بلالة شوية لأن فيه الطبعات يعني رسمات التطريز كمان وستن بس قدنا الشغل ناعم إنهم تقريهم كأنه أول دقرة إنه من الوستن بدأ تتقرب عليهم يعني جمال هالكولكشن إنه لما تقرب على كل أطعال إن طريقة الشغل كتير كتير مميزة بهالكولكشن موسيقى شكنا كمان ديموتيف طالعين وكانهم 3D الفلاور هايدي البوان فور طبع الكولكشن فيه فلاور على الكبابيت بما أنه النسان سارين مش عم بيحبوا الفاروق كتير حاولنا نعمل الفوليوم بلقماش ذاته لأن هايدا فوليوم الفلاور يعني هو صحيح ما إنه وستن يعني بتلاقيها لابسة مثلا الأطعام إلا فلاور بس مع البوطل مع البوطل وستن إنه حتى الخلطة إنه تضل كتير إنه فمنين يعني موسيقى أكسسوارات فيه إشياء جديدة فيه إشياء مختلفة فيه الزادين بس قررنا ما نحط كل الزادين بالكولكشن هالمرة حاولنا نعمل نقصر بالأواعد المعودين عليها الحكي مع إليساب ما بيخلص لهيك خليكن على موعد مع الجزء الثاني من لقائنا معه لتتعرفوا أكتر على تفاصيل The Empire of إليساب سبيرت بتاعك، روحك، تصاميمك كانت عادي فكان الفتيب قاعد حدا في عيام متشاور ترقبوا الجزء الثاني من اللقاء مع المصمم العالمي إلي صعب الأسبوع الجاي هذه كل أخبارنا الليلة ألقاكم الأسبوع الجاي فمان الله ترجمة نانسي قنقر